مجموعة من الأخبار المفرحة بيأتي تصريح السفير الإتيوبي في القاهرة اللي بيقول وهو بغادر مصر في نهاية خدمته المصر بيقول إن القيادة الحالية في مصر ساعدت على العودة لدورها على القارة الأفريقية بيقول كمان خلال مؤتمر صحفي عقده النهاردة أنه في عهد الرئيس جمال عبد الناصر كان هناك حضور مصري في إفريقيا بشكل غير مسبوق وفي كل القضايا الأفريقية بيقول الرئيس السيسي بيعيد مصري من جديد إلى حضن إفريقيا وهذا بيقول السفير الإتيوبي وهذا أمر مهم للأفارقة لو يعلم المصري طبعا أعتقد إنه الرسالة كانت وضحة من أول تحركات الرئيس عندما تحركت طائرة الرئيس في أول زيارة له خارج مصر كانت إلى القارة الأفريقية إذن اتجاهنا جنوبا سواء في التنمية في الصعيد أو جنوبا سواء في توجهاتنا الدبلوماسية وتوجهاتنا في أشقائنا في دول حوض النيل أو حتى في القارة الأفريقية لابد أن نعيد مصر الأفريقية مرة أخرى وأعتقد ده حاصل وبشارة سفير إيسيوبيا اللي خدم في مصر خلال السنوات الماضية